اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من الحلقة قناتنا قناة عصافير الزينة حلقة النهاردة عايزين نتكلم فيها عن فوائد السبية او عظام سمكة الحبار او المحار لطيور الباجي الاسترالي وطيور الزينة عموما وطفارات الباجي في الحقيقة ان طيور الزينة ما بتستغناش عن الحصول على الكالسيوم الكالسيوم ده عنصر مهم جدا لطيور الزينة لانه بيقوي الاظافر وبيمنع تشقق المنقار وبيكون الجهاز العزمي بالنسبة للطيور وبيسرع من نمو الفروخ والحاجة الاهم انه بيساعد على تكوين عن قوض البيض بالنسبة للانثة وبيدي للبيضة اللي بتبضع الانثة صلابة لحد الماء عشان ما تنقصرش اثناء البيض او اثناء الرؤاد بتحصل عصافير الباجي الاسترالي على الكالسيوم من عظام السبية او عظام سمكة الحبار او بيسموها المهار وده بنعلقه للطيور في المجبك اللي باين قدام حضراتكم بعد معالجته عشان نخلصه من السموم بنكحت من عليه الفطريات الخضرة والصمرة والملونة اللي على السبية وبعدين نخسله كويس جدا بالمية وننقعه في مية مضاف اليها معلقتين خل مدة اربع ساعات عشان نقضي على الفطريات والسموم ونبدأ نخسله رسيل كويس جدا ونعرضه للشمس مدة اربع ايام المحار هيبدأ يجب فهيبقى واخد الشكل بتاع التبشير او اللون بتاعه ونتأكد انه نشف كويس جدا من الرطوبة لان لو علقناه للطيور وهو موجود في مية هتاخد منه اكتر من اللازم يبقى نتأكد ان عزام سمكة الحبار او السبية او المحار نشف كويس جدا بعد كده هنعلقه لطيور الزينة عشان ياخدوا منه احتياجاتهم بامان بعيدة عن حالات التسمم اللي كان ممكن تنتجدهم لو علقناه على طبيعته عشان يتم امتصاص الكالسيوم في اجسام هذه الطيور واستفيد منه لابد من وجود فيتامين دال في اجسامها وفيتامين دال ده بنوفره للعصفور عن طريق تعريضه لاشعة الشمس الميلة في النهار المبكر حتى الساعة الحاديعش او نهاية اليوم في الغروب دي بتبقى اشعة ميلة بتساعد العصفور على افراز فيتامين دال وفيتامين دال بيساعد على امتصاص الكالسيوم عشان تتعظم المنفعة بالنسبة للطيور ان عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك ياريت تعمل اشتراك للقناة عشان نستمر في تقديم هذه الفيديوهات قناتنا بتكبر بيكو شاير الفيديو عشان يصل لأكبر عهد ممكن من المشاهدين الى اللقاء في فيديو اخر تقبلوا تحياتنا من قناة عصفير الزين